بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة الكرام إن الله تعالى يقول وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ هذا الهدف من خلقنا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وَمِنَ الْعِبَادَةِ أَنْ نَطْلُبَ حَاجَاتِنَا مِنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لكن من أدب الطلب أن لا يدخل الإنسان مباشرة في الطلب قبل أن يطلب أموره من الله عز وجل أن يثني على الله عز وجل أن يتكلم بما يليق بالله عز وجل من حمد وشكر وثناء وبيان عظمته جل جلاله ثم بعد ذلك يطلب حاجاته علم أن الله عز وجل هذا المعنى في فاتحة الكتاب تصوروا في فاتحة الكتاب التي نقرأها كل يوم علمنا ربنا هذا المعنى و قبل أن نقرأنا في الفاتحة الحمد لله رب العالمين هذا الثناء الرحمن الرحيم هذا أيضا ثناء على الله عز وجل مالك يوم الدين هذا أيضا ثناء على الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين أيضا هذا بيان أننا لا نعبد سواك يا ربنا ولا نستعين إلا بك هنا بعد هذا السناء نطلب طلبنا الوحيدة في سورة الفاتحة وهو إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم إلى آخر السورة إهدنا هذا هو الطلب لكن قبل أن نطلب أثنين على الله عز وجل و كم و كم مر معنا في السيرة النبوية العطرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتكلم في موضوع أو قبل أن يدعو أو قبل أن يكلم الناس نقول مر معنا مثلا يمر صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه حمد الله وأثنى عليه ثم قال كذا هكذا نجد في صحيح البخاري في أكثر من إثنتين عشرة موضعا حمد الله وأثنى عليه أي النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال كذا كذا فأيضا علينا نحن أيضا أن نتأدب بهذا الأدب إذا كان لنا مطلب من الله عز وجل ما في معنى أن نقول اللهم إنا نسألك كذا ما في معنى لكن الأكمل قبل أن نطلب هذا الطلب من المولى الجليل سبحانه وتعالى أن نقول يا ربنا لك الحمد و على نعمك كلها ما علمنا منها و ما نعلم اللهم نشكرك على ما تفضل وهكذا نسي على الله بما يلهمنا الله عز وجل ثم بعد ذلك نطلب طلبنا أيضا هذا نجده في حديث جميل للنبي صلى الله عليه وسلم فيه مناجات و قد أخرجه البخاري عن أحسيني عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يتهجد قال اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض و من فيهن و لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض و من فيهن و لك الحمد أنت الحق و وعدك الحق و قولك الحق و لقاءك الحق و الجنة حق و النار حق و الساعة حق و النبيون حق و محمد حق صلى الله عليه وسلم اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت انظروا كل هذا ثناء على الله عز وجل ثم جاء الطلب فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت إذن هكذا يعلمنا الله عز وجل ونبيه صلى الله عليه وسلم أن نثني على الله قبل أن نطلب حاجاتنا منه نسأل الله أن يؤدبنا بهذه الآداب إنه تعالى سميع مجيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته